اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة والفرق بينه وبين الزاني ان الزاني اذا كان غير محصن يجلد بينما هذا يقتل على كل حال محصن غير محصن ما في فرق في هذه المسألة يحب يكون مثلي في بلاد كما الجزائر مع ناس كما انتهيه اشتركوا في القناة 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 على عائلة انتحا وانا كذلك صغيرة مشي كبيرة اه تاني اختصبها تزيد حاجة تلتا كان زيد ان اه عبد عند اه خديجة و بعد جابه الرسول و بعد اغفرناه ولا ولده و بعد ارد زوج بها و حرم التبني زيدك ولا من زيدك تبايا او طاصن الله والرسول اباه اختصابهم كلهم في الاية الكريمة والمحصنات من النساء الى مملكات ايمانك روح شوف الهاديس روح شوف التفسير روح شوف شو يختيعك وشكلون في الى هذه الاية حاجة وضخرا تتلم عن الاخلاق رسول صلى الله عليه وسلم في باني قرأ اضا امر اطفال ورجال قع الرهم ستفهم سميش شخص ستفهم قع الرهم قع ينبتلو شعر العانة يعني شعرها واحدة وقلهم قتلوه تلهم قع ينال امر كان من الله والرسول صلى الله عليه وسلم روح اقرأ وتعلم الحاجة التالتة اهدرت باللي قلت راه الفوس قرأه السبر مقاش الاحترام وكلش ينسوا هذا لازم تشوف مين جاي نشوف والله والرسول الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم الله يسب في القرآن يقول لك عتلين بعد ذلك زانيم متكبر والقحضة روح شوف تفسير ابن كثير مه عز وجل يقول لك ان ملمش ليكون نجس يقول لك يلهسوا كالكلب يقول لك يحملوا يعني كالحمار يسب النصارى واليهود يقول لك غير المغضوب عليهم والضالن يسب ابو لهب ويتنمر على الزوجتاءه زيديك حاجة تلتعه الرسول صلى الله عليه وسلم حد لا تكن يسب في احد يتعائجه اين باب تعسب من سبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقسم لك حبيبي اه انا عربي شاريف من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم اه جدودي جاو كي جاو الجزائر اختص بجدودك بس كنت امازيغي اختص بهم ودهوا كتر مية الف اه يعني امازيغية ادوهم سبايا روح شوف مدونات وتاع الخلفاء والتابعين وكل شباب ابن ماروان كذلك عين موجودة فيهم شوف هذي شي تعرفات شي هذا اللي رك تتكلم على جدودي رك تقدسهم هذي جدودي المجرمين اه واجداروا في شمال افريقيا في الدول اخرى اه انتايا اه جدودي هذو كانوا يمسحوا بالحجرات كانوا يشربوا بالباعير لانه شفاء للعالمين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اه كان سبع تمرات عج ولا انت موسهو ثم والسحر اعتقد عندك جدتك كانت مالكة دهية انتالك انا غضوة تريح مع اصحابك يكونوا مسلمين وتتغنى دهية ولا بالامازيغي ولا باصولك بجدودك تعفوش يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه لا تهنه الرسول يقول لك لا سمحتوا واحد يتغنى بل اصلا تعو قلوا له مس القاضيب تأبك ولا تكني تعفوش ما معنتها يعني ما تقولهاش باللغة ساعة ما تقولوش القاضيب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم